اشتركوا في القناة دي حلقة من سلسلة حلقات حكمة الحياة حلقة النهاردة عنوانها العارف لا يزول اضطراره العارف لا يزول اضطراره دي واحدة من حكم مولانا ابن عطاء الله السكندري المولود 658 هجرية والمترفى 709 بيقول ابن عطاء الله العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره حكاية دي مدهشة شوية ليه العارف في هذا الموقف ليه موقفه الداخلي هو كده ليه حقيقة يعني سؤال عميق واتمنى من حضراتكو التفكير فيه والتأمل فيه بصوا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه بصورة النحل امان يومي بالمضطر اذا دعاه اسمع ربنا بيجيب مين المضطر المضطر حاجة عريبة جدا ليه ليه ربنا بيجيب المضطر اذا دعاه خلاص ده انسان مسلم خلاص كل الطرق قفلت ما بقاش يجد اي طريق يلتج إليه إلا الحق سبحانه وتعالى اللي مسلم امره لله ده اللي الطرق كلها تسدد في وشه وما بقاش غير طريق الحق ربنا يعمله ايه ربنا بيستجيب امان يجيب المضطر اذا دعاه في الاية دي فيه نقطة مهمة اوي امان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوق ويجعلكم خلفاء الارض اه اله مع الله قليلا ما تذكرون اه اله مع الله يعني هذا الموقف اللي ربنا بيجيب فيه الانسان لما يكون في هذه حدث الاضطرار ده بقى برهان برهان على ايه على وجود الحق سبحانه وتعالى وحده اه اله مع الله يعني هذه الحقيقة الوجودية اللي تزوقها كثير من الناس اصحاب التجارة في الحياة هذه الحقيقة هي في حد ذاتها برهان على وجود الخالق سبحانه وتعالى بذلك الولي الولي اولياء الله صراحين الولي لا يزول اتغاره يعني هو دائما في هذا الموقف كل طرق مزدودة مع هذا الحق سبحانه طبعا لانه مش شايف ايه طرق تانية هو مش شايف ايه طرق تانية هو فيه قدامه طريق واحد بس طريق الحق سبحانه وتعالى طرق تانية مش شايفه وبالتالي هو بسلم الامر لصاحب الامر بيصفوا هذا الولي هذا المضطر بيقولوا الذي لا حول له ولا قوة جميل انسان عنده يقين داخلي بانه لا حول له ولا قوة هو بسمعوا حضراتكم الناس يقولك انا عملت وانا سويت وانا مش عايف كلمت مين وعملت ايه وخططت ايه كلمة انا 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 دي ما عندهش كلام ده خالص ده انسان على يقين انه لا حول له ولا قوة ولذلك زنون المصري وصفوا بايه هو الذي قطع العلائق عما دون الله يا سلام قطع العلائق ما عندهش اي حاجة خالص ما عندهش اي انتباط باي شيء ولا باي حد الا بالحق سبحانه وتعالى ده ده الولي اللي هو ايه لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره هو مش مستند لاي حد مش مستند لاي حاجة مش مستند لماله ولا جاهه ولا علمه ولا اي شيء مستند للحق سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي فاني قريب اريد دعوة الدعي اذا دعي قريب هو هذا الانسان هو هذا الانسان الولي اللي عارف مكانه واللي مسلم الامر لصاحب الامر دي حكم سريعة من حكم مولانا ابن عطاء الله السكندري والحكمة زي ما حضرتكم عارفين ضلت المؤمن ورأس الحكمة ما خافته الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة